أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصيصها للحديث عن دعوات السعودية للحوار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اشترطت الحكومة الشرعية انسحاب ميليشيات المجلس الجنوبي الانتقالي المدعومي إماراتيا من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية في العاصمة الموقعة عدن جنوب الإيمان قالت الحكومة انه يجب اولا ان يتم الالتزام بما ورد في بان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل أي حوار وكانت السعودية دعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لعقد اجتماعا في الرياض لحل الخلافات عن طريق الحوار وتغليب المصلحة العليا للبلاد نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين مستقبل وأهداف الدعوات السعودية لعقد حوار بين الأطراف اليمنية وموقف الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي من هذه الدعوة نشاهد التقرير ثم نتابع النقاش مع ضيوفنا الكرة يد تدعم الانقلاب وأخرى تدعو للحوار هكذا يمكن وصف الجهود السعودية الداعية لبدء حوار في الرياض بين الحكومة الشرعية من جهة والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا من جهة أخرى دعوات السعودية الحوار قوبلت بشراط حكوميا بانسحاب كليا لقوات المجلس الانتقالي من الموقع والمقار التي استولت عليها خلال الأيام الماضية قبل البدء بأي حوار وحملت الخارجية اليمنية في بيان لها المجلس الانتقالي والإمارات مسؤولية الانقلاب على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن مطالبة الأخيرة بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري مذكرة في الوقت ذات بالأساس الذي جاء من أجله التحالف بقيادة السعودية هذا الرفض سبقته تصريحات لنائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بالقول إنه لا يمكن القبول بالحوار تحت التهديد والشرط المسبقة وجاء ذلك في سياق الرد على دعوات التحالف الانسحاب من المواقع التي استولى عليها في عدن ويرى مراقبون أن دعوات السعودية الحوار هو مساوات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ويهدف إلى شرعنة الإنقلاب وتثبيت بقائه وهو ما يعجز فرص تقسيم البلاد نبدأ النقاش من عدن ينضم إلينا من هناك نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الانتقالي منصور صالح مرحبا بك معنا سيد منصور كيف تنظر إلى دعوة السعودية للحوار بينكم وبين الحكومة الشرعية مساء الخير هذه الدعوة بكل تلك مرحب بها والمجلس الانتقالي الجنوبي مرحبا بصورة مباشرة وغير مشروطة بهذه الدعوة وهو يتقوص ثقة المطابي يقدر أيضا جهود الأشقاء في المطلقة ودول التحالف العربي في سبيل عداد المعالجات في القضايا العلقة ومنها ما يتعلق بقضية الجنوب وإنهاء التوتر الحاصل فيها هل الترحيب هذا يعني الاستعداد للانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي خصوصا منها المقرات الحكومية والمعسكرات وأيضا الاستحواذ على ما فيها من أسلحة هو المجلس الانتقالي الجنوبي لما يسيطر على مقرات ولا على معسكرات هو استعاد مؤسسات الدولة الجنوبية ومعسكرات الجيش الجنوبي السابق وهي معسكرات منذ سبعينيات القرن الماضي بالتالي لا يمكن الحديث أن الجيش والمقاومة الجنوبية والأبن الجنوبي سيطروا على شيء بل هم استعاد مؤسسات الجنوب من أيدي عناصر الانتقالية كانت تذثروا بغطاء شرعي منحة لها في غفلة من الزمن لذلك الحديث في الوقت الحالي على المنسحاب هناك دعوة للحوار وهي دعوة مرحبتها نعم بالنسبة للمطالب إذا كان هناك ترحيب مثل ما ذكرت في الدخول بأي حوار مع الحكومة ما هي مطالبكم للحوار مع الحكومة الشرعية خصوصا فيما يتعلق هل تنحصر المطالب في الانفصال أو فك الارتباط أم الشراكة مع الحكومة الشرعية في الحكوم المجلس الانتقال الجنوبي لم يطلب الحوار مع الحكومة لأنه في واقع الأمر وأساسا لا يعترف بها وقد هو استجابة لمطالب الشارع الجنوبي الذي طالب بفرض الحكومة فضامن المجلس ودافع عن الشعب في مسيراته التي خرجت للمطالبة بفرض الحكومة وبالتالي هو لم يطالب الحوار لشقاء السعوديون هم من فرحة فكرة الحوار ولا مطالب محددة في الوقت الحالي بالنسبة للمجلس الانتقال الجنوبي والجنوبيين هم الداهبون إلى هذا الحوار بنا على تعوى لشقاء السعودية وعلى ضوء ما سيطرح سيمكن مناقشة أي قضايا لا تؤثر بكل تأكيد على مستقبل الجنوب أو على مصالح شعب الجنوب نعم سنعود معك لنناقش نعم ستفضل بالبقاء معنا نذهب إلى الرياض معنا من هناك المحلل العسكري عبدالعزيز الهداشي وصول لجنة سعودية إماراتية للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية كيف تقرأ ذلك؟ أولا تحية لك ولضيفك الكريم الأخ منصر صوالح ذكر قبل قليل أن القوة المجلس الانتقالية استولت على هذه المعسكرات من أجل طرد الإرهاب كنا نغذلنا أن يلقوا القض على بعض هؤلاء الأغابين ويضروهم للرأي العام لكن للي شاهدناه وانضمام جميع من كانوا في هذه المعسكرات وغلبهم ووجلهم إلى قوة المجلس الانتقالي عودة إلى وصول إلى سؤالك لا أعتقد أن هذه اللجنة الأبلية السعودية الإماراتية سوف تستطيع أن تفعل أي شيء لو أحرزت أي تقدم فهو عودة شكلية إلى قصر معاشيك بحيث أن القصر معاشيك يتم تسليم للحكومة وهو تسليم رمضي أو عمر رمضي للغاية نلعم لحاطة الحكومة من قبل الأحداث عدن الأخيرة لم تكن تمارس أي نشاط في عدن حقيقة حقيقة كالمره اجتمع مجلس الوزراء في عدن منذ أفادر عدن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أبيد بانداري من هو الوزراء الذين كانوا يتواجدون في عدن؟ لم يكن هناك حكومة أصلا متواجدة في عدن وكان المجلس الانتقالي حقيقة سواء عبر الحرس الرئاسي الوزراء الحماية الرئاسية أو عبر قوات الانتقالية أو عبر قوات الأمر التي يسيطر عليها أيضا كانوا هم من يسيطرون على عدن الأحداث الأخيرة التي حصلت في عدن هي فقط وضعت نقاط على الحروف لأن الحكومة لم تكن متواجدة أصلا والانتقال هو الذي كان يسيطر لا أعتقد إذن ماذا يمكن أن يقدمه الحوار الذي دعت له المملكة في هذا التوقيت هل يمكن أن يخرج بشيء أو بحل معين وأنت ذكرت عدة نقاط تشير لأنه هناك صعوبة في الخروج إلى حل لا أعتقد أن الأمور سوف تأوضي يعني بعد الإعلانة لا نقول بعد سيطرة الانتقالي وإنما بعد سيطرة الانتقالي على عدن لأنه كان مسيطر عليها سابقا لا أعتقد أن الأمور ترجع إلى الخلف ولا يمكن إخراج قوات الانتقالي لكن هو النتيجة أو نتيجة أي حوارات هو عودة رمزية أو شكلية لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى قصر معاشق لن يتجاوز الأمر هذا وذلك لأن ما أعلنه بانتقاليه سيطرة الانتقاليه فارف ضجة أعلامية عربية ودولية ودبلوماسية فبالتالي دولة التحارف العربي تحاول أن تواري أو تخفف المشكلة أمام الرأي العام العالمي وليس أمام الرأي العام وليس أمام التحف اليمني ما حصل قد حصل ويفترض أن الحكومة أولى الجميع يعترف بالواقع الموجود حاليا في عدن القضية إنكار أن الانتقال يمسيطر على عدن أو مطالبته بسحب المقرات حتى لو وجدوا عناصر الحكومة سوف يكونوا تحت حماية الانتقالي وأعتقد أن هذا الأمر هو مجرد نهاية للشرعية نعم سأعود إليك نعم سأعود إليك عبد العزيز الهداشي نذهب إلى ضيفنا منصور صالح نائب رئيس لجنة الإعلامية بالمجلس الانتقالي هناك من يتهم الإمارات سيد منصور والسعودية بالوقوف خلف انقلاب عدن كيف تفسر ذلك؟ نعم أولا أنا أنتهز فنصة للحيي أخي العميد عبد العزيز الهداشي حقيقة أنا من المعاجبين ومن يكبرون في شيء دائما قرأته وشجاعته في الفرح لكن أحب نوضح له طالما وهو رجل يستحق أن دائما نعلق على ما يقول وأنه نقدر ما يقول بأنه حينما نقول أنه انضمت بعض القيادات أو الكثير من القيادات العسكرية أو أفراد ألوية الحماية الرئاسية أو المؤسسات العسكرية التي كانت موجودة في القنوب من القنوب هذا يؤكد بأنه حربنا أساسا أو المواقهة أساسا لم تكن مع هذه القوات نحن قلنا وكررنا دائما قبل أن تبدأ هذه المواقهات وحينما كانت تشبه أواري الحرب أنه نحن لا نقض حربا مع أخواتنا في الحماية الرئاسية بل العكس من ذلك الكثير من الأخوات من الحماية الرئاسية قاتلوا لأجوار قوات الجيش والأمن الجنوبي والمقاومة الجنوبية وكذلك أخواتنا في عدد من وحدات تقرأ عسكري الرابعة لكن نحن لا تحدثوا فعلا عن اختراف ماذا عن المداهمات والاعتقالات التي شملت قيادات من الألوى الرئاسية لم يحدث عن أي عملية مدهمات أو اعتقالات وحتى عمليات التي تحدث عنها الإعلام ووسائل صواصل الاجتماعي نفعها عدد من القادة نحن كنا في زيارة للوزير عليها بنغريب وأيضا في زيارة للوزير العناني والعود وكذلك أيضا عدد من القادة العسكرين السابعين للرئيس هذه كانوا في ضيارة في المجلس الانتقال الجنوبي وأكدوا دعمهم في هذا الأمر أكد ذلك القاضي الهتار كان ممن أشير لأنه تعرضت منزله للنهب والاعتذاء وهذا غير صحيح هناك بعض منازل بعض القادة تعرضت للاعتذاء والسالب من سبل من كانوا يعتمنون عليها هذا في الماكي الأمر لكن الضمور لم تخرج عن إطار المواجهات خاطئة ومحدودة مع عناصر إرهابية معروفة وحصمات المواجهة وكان جزء من الفضل في هذه المهمة لأخوتنا في المنطقة الرئيسية الذين كانوا سندا لأخوتهم في قوات المقاومة وكذلك الأخوات في القوات الخاصة وقاعدهم في قاعد فضل باعش الذي كان أول من انضم إلى قوات المقاومة الجنوبية وأيضا اللواء فضل حسن ورئيس أركان عملياته في غير المنطقة العسكري الرابعة كل هذه الوحدات كانت بوقفها إيقابيا مما حدث وكانت في دائما قيارات شعب الجنوب ومدافعها نعم منصور صالح نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الانتقالي كنت معنا من عدن شكرا جزيلا لك بالعودة إلى الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي سيد عبد العزيز الانتقالي كما هناك معلومات يقوم بتسليم المؤسسات الحكومية التي سيطر عليها لكن الحكومة نفذ ذلك كيف تنظر إلى الوضع في عدن بعد هذه التطورات شوف سواء الانتقال يسلم المؤسسات أم لا يسلمها بدأ اقترض أن الانتقال لا يسلمها الشرعية أجزة مكتوفة لن تستطيع أن تعمل شيء لا يوجد هناك من يجبر الانتقالي على الانتحال من المؤسسات إلا إذا كان عندها جبر خاطر للتحالف العربي الشرعية هي أضاف من أن تأخذ هذه المؤسسات للقوة الضربية الثانية أن المجلس الانتقالي سوف يسلم المؤسسات المدنية بين جوزين وليس المؤسسات الأسكرية كما تصبح المؤسسات والدولة والحكومة وكل من يتواجد في عدن تحت حماية الانتقالي أنا من رأيي في الترأي شخصي أن تتعامل الحكومة والشرعية مع البيت الانتقالي كأمر واجع وهذه الحقيقة التي نهرب منها أن تتعامل معك كأمر واجع وتسلم إدارة محافظة عدن بالكامل في إدارة عدن بكل شيء اللي يديرها والثقاء يعني جفر معاشي هو يعني جفر حكومة رمجي وثاني حاجة البنك المركزي البقية الباقيات يعني هو حقيقة نفعكم لم تكن تمارس أي عمل منذ تقريبا من يناير 2018 لم يكن لها أي عمل موجود في عدن وأغلب الوزراء وأنت تذري وتعرف أن أغلبهم متنجعين على العواصل ما بين الرياض أنا أتمنى أدمى القفز على الواقع الانتقالي فرض واقع جديد ويجب التعامل مع هذا الواقع أفضل من الصراح وأفضل من النواح الشرعية هي أعجز من أن تقوم بأي رد فعل لا نقول رد فعل عسكري لا تستطيع أن تتحرك تحرف دبلماسي فأغلب السفراء المؤثرين هم موالهم بشكل أو بأخر إذن سيد عبد العزيز ما قيمة تحميل الحكومة ما حدث زي ما تلومها الآن أنت ويلومها كثيرون وهي أي في الأساس كما يتابع مراقبون أنها تتماهى وتقبل بما يعرضه عليها السعوديون من حوار لا ألحظ الحكومات أنا سوف أذهب لك إلى مثلين آخرين يعني أبعد من كذلك قبل فترة أعلننا الكردستان الكردستان بإجماعة وهم دومية مستقلة الكردستان شعدي بحق تجريد المصير أو بانتصال الكردستان تحركت الحكومة العراقية بضعفها ووجبت على محاولة الانتصال أو استخدار الكردستان كتالونيا قام حصل هناك استخدار كتالونيا في أسبانيا نشرك نعم أعتذر على مقاطعتك عبد العزيز الهداشي نشرك معنا من الرياضة المحللة السعودي السلمان عذكر كيف تنظر إلى دعوة السعودية الأطراف اليمنية للحوار في الرياض بدايتها نحن نسان حيك الله عزيزي مرحبا فيك ومشاهدين هذه الدعوة ليست مقريبة المملكة العربية والسعودية حرصت وتحرص دائما على رابط فضل بين الدول العربية وما حدث هو ضمن سلسلة طويلة ما حدث بين الفصائل الفلسطينية أو في جيبوتي أو في السودان سابقا أو في الجزائر عجب من دول الآن المملكة العربية والسعودية خاصة المجتمع العربي حريصة على عقد هذه الدقاعات أو الدعوات لحل المشكلات الخاصة بين بعض الفصائل أو الأحجاب الدول العربية وتقريب وجهات النظر وما حصل من تقديل دعوة لخادم الحرمين للأخوة ليمنيين على الشقاق اليمن لحضور قمة الإجدة وتقريب وجهات النظر نعم لكن هناك من يقول كيف يستقيم هذا المنطق وخصوصا أن السعودية تأخرت في مساندة الحكومة حول أحداث عدن وأيضا هي الآن تقوم بمساواتها مع الانتقاليين والتمرد الذي حصل في عدن نعم ممكن أن تتأخر أجيزي الأحداث انفجرت قبل إيد العام الحافظي أيام قليلة جدا صحيح أن المجلس الانتقالي أو ما يسمى المجلس الانتقالي يخطط من وقت مبكر جدا من هذه الأعمال التي قام بها فجأة في عدن وأختلف الشرعية وأنا وكوجهة هضرة شخصية أعتبرها عملية غير شجاعة أنا أستطيع أن أصفها بالجبانة أو بالعمل الجبان طوال من أي دروس أو من هامدن بريك أو من تلك الشلة التي معهم يعني لماذا عندما كانوا يريدون أو يخططون لهذا العمل لماذا لم يواجه الحودي أولا هل طلعتهم وخرجت هذه الشجاعة مع احترامي لهم بعدما أستطيع التحالف أن يحررهم من بورتقة الحودي ثم الآن خرجوا ليقولوا لنا عن إهدصال أو ما الإهدصال التحالف الأرابي يسيطيه ودخل على مبدأ دولة وحدة وهي الدولة اليمنية لإنكاذها من التوغل الإيراني وهذا ما تم التحالف أستجادة بهذه الدعوة التي قدمها الرئيس أدربوهادي ووعد بإعادة الشرعية كاملة دون جنوب أو شمال ما حدث الآن لكن بعضهم يقول أن الهدف أو الجهود التي تقوم بها السعودية هي تصب في الوصول إلى محاصصة بين الحكومة الشرعية وأيضا قوات المجلس الانتقالي وفي النهاية بالمطاف سيقود إلى الانفصال أو فك الارتباط لا أزيدي هناك بيان من التحالف على الإنسان على قطيار المالكي كان واضح وصريح من لن يلتس من الجدوء وأنه سوف أن تتقل هذا واضح وصريح يعني لا مجال لا للانتقالي ولا غيرها أن يفرض عضلاته في هذا الوقت لو كان شجاعا قوية بضردها عندما أعطى قوتي لو لم ينقذهم التحالف لكن هل بيان السعودية كافي؟ هل كان كافي؟ نعم كافي وأعتقد أن المجلس الانتقالي أو ما يتهم بالمجلس الانتقالي فهنا الرسالة جيدة إذا لم يلتس من وقت ثم بعد ذلك هل بما لديه من آراء وما شبه ذلك وإلا فإن التحالف سيكون لا تدخل آخر واضح وصريح وهو يعني ماذا يقصد التحالف ولذا يا عزيزي ما يحدث أو هذه الدعوة التي كدمها حاجة الحرمين هو اجتماع والإبقاء تشاوري بينها كافة الأحساب اليمنية لذا يعتبر يمني 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 لا تدخل لأحد هذا التصالح بينهم يتشاوروا يتفدحوا يتفقوا على ما يتفقوا عليه لكن يبقى قرار الشرعية والحكومة الشرعية هو المضلة الرئيسية التي تتم تحت هذا التشاور في الأخير إذا أرادوا بعد تحرير اليمن من التدخل الإيراني العودي الإرهابي فلهم ما شعوا أن أرادوا نقسم الجنوب والشمال يقسموها لأربع دول يسلطوها وحدة هو شعنهم لكن مهمة التحالف تنتهي عند اكتمال تحرير اليمن كاملا وهذا هو الأمر المحتوم لكن المسألة تحولت ليست شأن يمنيا خصوصا مع اتهامات وجهت إلى الإمارات والسعودية بالوقوف خلف انقلاب عدن والعمل على إضعاف الشرعية كيف تقرأ ما يقولون هذا مثلثل من أول يوم تدخل التحالف قيل أن هناك خلال إماراتي وأن الإمارات تريد أن تحتل جنوب اليمن وأن السعودية تريد أن تترك لها مجال عن البحر وأن أقوال وأقويل كثيرة يا سيدي اليمن دولة عربية كبيرة ولها سيادتها ولها عظمتها ولها مكانتها ولا يمكن ولن تسمح حتى السعودية لنفتح أن تتخل في اليمن ولن تسمح الإمارات ولن يسمح الإمارات ولن يسمح الإمارات والسعودية أن تتخل في سيادتهم هذه الدولة لها مكانها تاريخها فلا يمكن أن نغرب أو نعذف على أوتار هؤلاء الأعداء الذين يريدون أن يستخدمونها وأن نلوم في الماء العكل يا سيدي أنا شخصيا عملت في شوار قبل جلس سنوات مع توقل كرمان التوقل البعضة لجائزة نوبل نعم كانت بالحرف الواحد لو لم تتدخل المملكة العربية السعودية لحترقة اليمن تحت أقدام الفرس الآن ماذا غير وجهة نظر توكل المال الققرية يا سيدي الآن أريد أن يعلم الجميع والذين لا يعلم لكن الموضوع الآن الذي نتحدث فيه ليس له علاقة بأراء السيدة توكل أو نحن نتحدث على أن اليمن الآن هو يعني كمشروع دولة بدأ يتفتت ويضيع وهناك تدخل من التحالف لا يقوم بدوره المطلوب الذي أعلن عنها منذ بداية الحرب وتدخل في اليمن لم يلتزم بما أعلن عنه لا يا عزيزي لو صلاح ليسيدي إذا كان هناك تصور في جانب معين من حكومة الشرعية التي يرى أصلا رئيس عد ربو هادي ناصر منصور سواء في مجال عمل لبعض الوزراء أو آراء لبعض الوزراء في حكومة الشرعية هذا الشأنهم يا سيدي لكن في الأخير تبقى الحكومة الشرعية هي الرئيسية هي الأساس هي العمل الذي من حول تحصل إعادة الدولة الشرعية وتقوم الدولة اليمنية كما كانت في السابق لكن لن يسمح واليمنيون أنفسهم لن يسمحوا لا للحوتيين ولا للمجلس الانتقالي غدا سنشاهد من يحضر في حضر موت ويقول أريد أن أقليل حضر موت ومن يذهب إلى مارب ويريد أن أقليل مارب لا هذا عمل ضوضائي ضوضوي لم يحدث توحد اليمن أو عودة الاستقرار في اليمن لذا أنا أعتقد أن الخطوات الجارية الآن وهي دعوة خادم الحرمين الشريفين للمصالحة بعض وجهات النظر من أحساب اليمنية هو أمر إن شاء الله أن يعطي ذماره وإذا خرجت بصراحة العربة عن الطريق أو عن مسارها فإن الهدف الرئيسي والأساسي باستحالة هو استعادة الشرعية نعم أن تبكى الشرعية هي المضلة الرئيسية في اليمن كاملة نعم وضحت لن يسمح للمجرس الإنتقالي ولا لغيره أن يحدث باليمن وضحت فكرتك سلمان عسكر كنت معنا من الرياض المحلل السعودي من هناك شكرا جزيلا لك بالعودة إلى ضيفنا عبد العزيز الهداشي من الرياض أيضا المحلل العسكري سيد عبد العزيز بعد هذه الأحداث وهذه المرحلة التي وصلت لها اليمن هل يمكن لليمنيين أن يثقوا بالتحالف لحل مشاكلهم؟ وعلى ماذا يجب أن يعول الشعب اليمني الآن؟ حقيقة بالنسبة للتحالف يعني الشعب اليمني هو ضاقتها الكاملة يعني لو قلنا أن 90% من الشعب اليمني بداية أصفة الحزب كان مع التحالف لا شك أن الأحداث الأخيرة قد أدت إلى انخفاض هذه النسبة ليست عيدا للعوثي وإنما يأسا وقنوطا من طول أمد الحرب وأن الحرب قد أصابت الجمع في مكتل هناك مجاعة هناك أمراض إلى غاسر كما أن جزء الشعب اليمني برضو أصاب هذه أسوأ القنوط بسبب الأحداث الأخيرة لكن أقول لضيفك الكريم من الرياضة سلمان عسكر نحن اليمنيين وأنتم السعودين نحن وأنتم في مركب واحد نحن المتضررين الرئيسيين من الحوثي وغير اليمن والسعودية يبتعدوا عن هذا الضرر فنتمنى أن يظل أن تظل عاصة الحزب لأهدافها المعلنة وأن يكون هدفنا القضاء على الحوثي كعدو مشترك نعم عبد العزيز الهداشي كنت معنا من الرياضة المحللة العسكري شكرا جزيلا لك وأيضا شكر موصول لضيوفنا الكرام سلمان عسكر من الرياض أيضا وأيضا معنا كان منصور صالح نائب رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس الانتقالي وأيضا شكر موصول لكم متابعين الكرام مواجهة لك مواجهة لك مواجهة لك مواجهة لك ترجمة نانسي قنقر